بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وليك أنابنا وليك المصير طلاب العزاء طلاب الصف الاول السنوي اهلا بيكو وهذا الفيديو الجديد معانا شابتر ثلاثة بعد ما شرحنا الفصل بالتفصيل النهاردة ان شاء الله بنلتقي مع الكلمات بتاعة الفصل الثالث كله ومعانا كمان حل للأسئلة طبعا الفيديو ده هو فيديو مهم يعتبر فيديو مكمل لشابتر ثلاثة اللي احنا شرحنا فيه الاحداث بالتفصيل طيب صفحة رقم تلتمية تمانية واربعين نقرأ كده مع بعضينا كده يا جماعة الكلمات معناها يوهاجم يعني بانك لها معنايين مصرف يعني بانك او ضفة النهر ضفة النهر اسمها هي بانك يعني برميل يعني يبدأ يعني طباخ وتيجي معنا يطبخ يعني تيجي فعلي وتيجي اسم يعني طاقم طاقم السفينة مثلا الناس اللي شغالة على السفينة كراتش يعني عكاز اللي هو العكاز اللي هو الطويل اللي يتحط حتى البط دوت انما كلمة ستيك ستيك ده دي بمعنى عصاية الواحد يتسند عليها مجرد عصاية بس الواحد يتسند عليها انما الكراتش العكاز الكبير يبقى كده كراتش عرفناها عكاز الكبير وستيك مجرد عصاية وخلاص دي الفرق منهم ديستنيشن المكان المقصود او وجهة الوصول لما قلنا ان ديستنيشن بتاعت السفينة هي ايه الجزيرة عشان ياخدوا الكنزة امتي يعني فارغ اكسبلاين يشرح ويفسر فينالي يعني في النهاية جانج يعني عصابة خلي بالك من كلمة جانج جانج معناها عصابة يتضح طبعا الجانج العصابة ديت هي مين اللي هو سيلفر والكرو اللي معايا التقم اللي معايا ما زلنا في الصفحة 348 معاناك كلمات الباقي هيلبرز يعني المساعدون جوين ينضم إليه او يلحق بيه مين يقصد ويعني ميوتيني تمرد وعسيوم نوت ملحوظة او رسالة صغيرة اون يملك ويمتلك بتساوي هاف يعني ببغو اللي هو بغبغين مارا من أمام يعني صبور او مريض برضو تيجي معناه يين باي معناها يدفع ودي بتاخد حرف جر فور ريتش معناها معناها يصل الى تيجي معناها برضو يتوصل الى ريتش صفحة 349 بعض المصطلحات يا جماعة تعبيرات وحروف جر طبعا احنا الهدف من القصة ان احنا نحفظ كلمات نحفظ تعبيرات حروف جر مع فعيل مع صفات وهكذا معناها يتطفق معا او اتطفق معا يكون قادر على اللي بتساوي كان تساوي كان في حالة المدارع وتساوي كده في حالة الموت يصاب بالعمى يصل لك للداخل come with يأتي بصحبة شخص معين full of مليء get me an apple يعطيني تفاحة get me an apple يعطيني تفاحة get on a journey يذهب في رحلة قلنا اي كلمة بمعنى رحلة يا جماعة تاخد حرف جر ايه on انا محافظ لكل ولادي كده اي كلمة بمعنى رحلة تاخد on ايوك ماشي يبقى get on a journey يصعد في رحلة ويذهب في رحلة يذهب في رحلة go on the sheep يصعد السفينة يطلع على السفينة happen to يحدث happy خلي بقى لك happen غير happen happy about سعيد بخصوص او سعيد بشأن حاجة معينة happy to سعيد لي كذا كذا is called يسمى ويدعى keep guns with you احتفظوا بالبنادق معاكو keep guns with you look after يعني يعتني بي make me laugh يعني يضحقني nearly empty يعني شبه فارغ تقريبا فارغ كلمة nearly يعني تقريبا nearly empty تقريبا فارغ part of his gang جزء من عصابته المقصود بها هنا العصابة اللي هو الكرو الطقم السفينة كان يبعتبروا العصابة بتاعت silver اللي هو برجلة مقطوعة ده pay for يدفع لي prepare to يستعدي لي run after يعني يلحق يعني يجري وراه run after يطرده take a note يسجل ملاحظة the destination of يعني الوجهة والمكان المقصود اللي هما هيروحو the front of يعني المقدمة الجزء الامامي يعني tired of متعب من مرحق من walk around يتجول يتجول took some time to استغرقوا بعض الوقت اللي كذا كذا wait that long ينتظر هذا الوقت الطويل wait until ينتظر حتى طبعا wait كلمة wait الفعل wait مناسبتها لما كان السيلورز بيحاولوا يلحوا على انه هو يهجم على ويخلص عليه يعني وياخدوا الكنز نفسهم وهم يدور عليه بنفسهم وكذا انما كان رأيه طبعا انه هو لا يصبره يعني woke up يسير متاجها لي او ناحية بعد ما خلصنا الكلمات تعالوا بقى نشوف ايه ال وده خاصي بالكتاب الطالب انت فتحت كتابك كتابك او كتابك بتاع المدرسة هتشوفوا الاكسرسايز دوت بيقول لي اختار التعريفات الصحيحة هو مديني ايه من واحد لعشرة كلمات والكلمات ديت لها تعريفات احنا بعدين نوصل الكلمة بالتعريف بتاعه يعني مثلا كلمة هاربور هاربور معناها ميناء ميناء بحري طبعا ديت المفهوض انها هتوصل مع حرف اه الدي يبقى واحد يا جماعة معاها حرف الدي طب ان نقرأ كده حرف منطقة من الميا او اليابس يعني حيث السفن تقدر بتستنى فيها بامان ميناء يعني بعد كده اللي هو التمرض والعسيون ديت قولنا هتبقى حرف الاف اتنين معاها اف طب نقرأ اف كده و مجموعة من الناس يرفضوا يطيعوا الشخص المسؤول عنهم عن هتبقى حرف وهم اللي يسيطروا عن نفسهم ويسياروا يزرفهم بنفسهم يعني فدي اللي هي ايه اللي هو التمرض رقم تلاتة كراتش كراتش هتوصل مع حرف البي عصية مخصوصة بتحطها تحت دراعك اه تحت باطك كده تساعدك في الماشي لما رجلك بتكون ايه مصابة يعني يبقى تلاتة معها حرف البي رقم اربعة باروت باروت اللي هو الباغبغين الباغبغين دوت هايوصل مع حرف الاي طائر ملون يعني لونه فاتح كده اللي هو ممكن بيقدر يتكلم يعني تعلم الكلام واربعة معها حرف الاي خمسة بارل بارل يعني برميل دي هتمشي مع حرف الجي ممكن يكون مصنوع من الخشب او مثل او المعدن دي رقم ايه خمسة اللي هو بارل البرميل بارل اللي هو قرصان من قراصنة البحر طبعا دول حرامية او لصوص البحر يعني رقم ستة هتبقى مع حرف سي اللي هو بيهجم على السفن وبيسرق ايه حاجات من النهاية يبقى رقم ستة مع حرف سي رقم سبعة جانج جانج معناها عصابة رقم سبعة جانج يعني عصابة دي هتوصل مع حرف اللي هي مجموعة من ناس بيسببوا ازعاج واضطراب ومشاكل يبقى السبب مع حرف ايه وانا دي عصابة حرف طبعا رقم تمانية سيكرت سيكرت معناها سر هتوصل مع حرف اللي هو حاجة معروفة ليه نس وليلين اوي هو حاجة محفوظة عن الاخرين يعني محفوظة سر عن الاخرين دي حرف ايه جماعة حرف يبقى تمانية معاها اوي تسعة قلنا تيجي معنا مريضة وتيجي معنا صبور تصل مع حرف الج اللي هي able to wait calmly for a long time يعني عنده القدر ان هو ينتظر لفترة طويلة يبقى هنا جايب معنا صبور يا جماعة حرف الج جايب معنا صبور طيب اتاك معناها يهاجم او هجوم دي هتوصل مع حرف ال H an act of violence violence يعني عنف عمل في عنف that is intended to hurt معمولة علشان يؤلم ويضر او يضمر او يلحق الضرر بمكان ما يبقى عشرة معها H نيجي الاسئلة تحت بيقول لي which is the best description of long جون سيلفر يا ترى مين هو ما هو انسب وصف ل long جون سيلفر طبعا احنا في الفصل الثالث عرفنا شخصيته بالتفصيل الراجل ده يعني طبعا طلع راجل مش كويس يعني طبع بيقول لي اول وصف راجل كويس وبحار كويس ولكنه غير غير سعيد لانه لم يختار زا كرو زا هسبانيولا يعني هو ما اخترش الطاقة معالا هسبانيولا طبعا لا الجملة دي غلط طبعا مش مشي خالص معانا خالص لانه هو هو اللي اختار الكرو واصلا هو ما كانش جود مان ولا حاجة وما كان اه واماشي يعني كان جود سيلر على ما يبدو من كلامه انه هو راجل بحار كويس اه لكنه طبعا الجملة دي اصلا ما تمشيش خالص مع اه سيلفر طب رقم اتنين يعني هو اه يعني هو اه احد الكراصنة اه اللي وشه شاحب وكان عنده ثلاث فنجرز ثلاث اصابع لما جيم شافه طبعا الكلام ده لا ينطبق على لونج جون سيلفر نهائيا انما الكلام ده بينطبق على مين من الشخصية اللي اعني تجري اللي هو بلاك دوغ لذلك رقم اتنين مش هتمشي خالص مع سيلفر نشوف التالتة كدبها هي الاجابة المزبوطة رجل طويل اللي هي رجل واحدة بحار ممتاز ولكنه في نفس الوقت يا جماعة قرصان من الكراصنة ويخطط انه هو يهاجم تريلوني ويصحابه طبعا اللي جابة ثلاثة هي الجملة الشافية الخاصة بشخصية لونج جون سيلفر طيب بقول لي بعد كده working groups to answer these questions حاول تجاوب على الأسئلة اللي جاية ديت معك انت بينك ومن زمايلك بقول لك كابتن سمولت trust his crew how do you know طبعا كرو يعني طاقم وكابتن سمولت دوت الكابتن بتاع السفينة الهسبانيولة المتجهة للجزيرة عشان ياخدوا الكنز طبعا كان الراجل دوت مش مرتاح نفسيا خالص خالص لسلفر وكان فعلا احساسه في مكانه السليم يعني كان احساسه صح بصراحة يعني وآ بقول لك بقى هنا في السؤال هل الكابتن سمولت ده بيسق فيه الكروه اكيد طبعا لا how do you know عرفت ازاي طبعا عرفنا لما لما ما كانش واسق في سلفر ولا الطاقم اللي معاه ولا رجالته يبقى اللي جابه هنا no as he doubted دوتت يعني شك doubted silver and his men شك في سلفر ورجالته وانزل شيب اللي كانوا على السفينة السؤال التاني بيقول لي looking for treasure ان البحث عن الكنز always means danger دايما بيعني الخطر why do you think captain smallet said so ليه ليه في اعتقادك الكابتن سمولت قال الكلمتين دول ليه قال البحث عن الكنز دايما آآ بيعني خطر طبعا اللي هنقول لانه تنبأ بيء الخطر ولانه ما كانش مرتاح لسلفر ولا رجالته وانه حاسس بخيانة منهم يبقى as he thought he thought اعتقد silver and his crew silver were very bad كانوا نزود اللي هنقول لي dangerous and dangerous bad and dangerous رقم ثلاثة do you think ترينوليا and jim the first impression on captain smallet was right why هل تعتقد بأن الانطباع الاول لترينوليا وjim بخصوص captain smallet كان صح انطباعهم كان صح اكيد طبعا الانطباع دوت كان خطأ تماما اه طبعا هو في الاول جيم وترينولي ما كانوش مرتاحين ليه smallet لكن نتضح فيما بعد ان كان صح وكان اراءه في silver ورجالته اراء صحيحة انهم ناس bad انهم ناس مش كويسين وانهم كان خايف منهم يبقى جماعة لما يجي يقول لي في السؤال هل تعتقد ان انطباع الاول بتاع جيم وترينولي on captain smallet was right بخصوص captain smallet انطباعهم عن captain smallet كان صح هنقول طبعا لا ما كانش انطباعهم صح انهم اعتقدوا انه كان وحش انه ما طلع فعلا انه هو مش وحش وكان طلع صح اصلا يبقى نقول في الاجابة no يعني يعني رأيوهم في ما كانش صح no it wasn't right ما كانش صح as silver لان silver فيما بعد يا جماعة اتضح انه هو والطقم بتاعه وكانوا وحشين وكانوا يبقى as silver and his crew were pirates يعني كانوا pirates خراص هنا بقى لأسئلة يا جماعة صبح رقم 354 بقول لي who are the two good men on the ship من هما الرجلين الكويسين على حد اعتقادوا يعني اللي كانوا على السفينة وكانوا good كانوا كويسين اللي هو كان بيتكلم عنهم يعني طبعا اتضح انه هما كانوا مين ومين john silver and and captain smallet السؤال الخامس who was captain flint من هو captain flint طبعا captain flint دوت كان الكابتن بتاع السفينة السابقة اللي كان طلع فيها silver و black dog والرجل اعم blind man كانوا مع بعضهم في رحلة قبل كده مع بعض يبقى نقول the captain يبقى captain flint دوت كان ايه the captain of the previous ship كان قائد والكابتن بتاع السفينة السابقة طبعا السؤال بيقول كان اذقاء قدامة يعني اذقاء قبل كده من الزمان ايش رح طبعا نقول يعني رحوا مع بعض في رحلات سابقة يعني مع بعض طبعا وصيب بي العمى and silver lost his leg وسيلفر ايه فقد ساقو they were pirates هم اصلا كانوا ايه pirates كراصنة البحر يعني الناس لصوص في البحر هم الاتنين السؤال سبعة what is silver's secret plan ايه الخطة السرية بتاعة silver on the hispanola طبعا من خلال الاحداث اللي احنا قلناها في chapter 3 اتضح ان سيلفر وخطته انه هو كان يقضي على اه الطاقم انه كان يقضي على smolet بعد ما يرجعهم طبعا بالسلامة وياخدوا هم ايه الكنز ويتخلص منهم ايه نهائيا وطبعا يتخلص من الوات جيم وتخلص مستر ايه من مستر ترلوني وهكذا اجابة السؤال السابع طبعا to take the treasure for himself عشان ياخد الكنز لنفسه after getting rid of بعد ما يتخلص من دكتور ليفزي مستر ترلوني جيم and the captain smolet السؤال رقم تمانية بيقول لي you want to do things quickly انتو عايزين تعملوا الاشياء بسرعة ده طبعا الكلام ده قالوا silver للكروب بتاعه للطاقم بتاعه ولما كانوا على السفينة ولما كانوا كلهم بيقولوا يلا بقى نخلص على smolet وناخد الكنز وبسرعة يعني ما نتأخرش you want to do things quickly jim's luck saved him from silver and his men يعني حظ الولد جيم انقذوا من silver ورجالته اشرح بقى الموضوع دوت وهنا هنقول يا جماعة في اجابة سؤال التاسع jim was about to be caught يعني كان على وشك الابضع عليه but when one sailor called out لكن لما واحد من البحرين نده وقال that land was near ان الارض كانت وريبة يعني وريبة النسفين يعني كانت وريبة النشاط يعني all forgot الكل نسي about apples الكل نسي موضوع الابلز وتفاح so he was safe لذلك الولد كان في امان بكده نكون انتهينا من حل اسئلة الفصل التالت باقي عندنا exercise بتاعت الworkbook اعتقد ان كنتوا ان كنتوا كده بفضل الله سبحانه وتعالى تقدروا تحلوهم لوحديكم لو في اي مشكلة فيهم ابعتونا فيه التعليقات وقدي ايه فعلا اخدنا فكرة كبيرة جدا عن الشخصيات وعن كل واحد فيهم واللي كان بيكنوا بداخله بخصوص الكنز اتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم بالفيديو ان شاء الله رب العالمين الفيديو القادم هنخصصه للشابتر 4 الفصل الرابع الى ان نلتقي لكم مني كل التحية وتمام التقدير وخالص الدعاء بالنجاح والتفوق وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة